السلام عليكم كنت منا تكونوا في أحسن الأحوال ومرحبا بكم من جديد في قناتكم أطفق حليما الفيلة لي مع وصفة جديدة وفيديو جديد وصفتنا اليوم ولي تعجبكم بزاف كيف ما أجبتني وصفة رائعة سهلة سريعة اقتصادية بين المخمر والحرشة وليك يعجبون من المخمر وليك يعجبون من المخمر ويعجزوا علي فها تجيكم بطيبة المخمر كتجي خفيفة سهلة في تحضير بلد ليك بالعجينة وليك تعجبون من الحرشة أتعجبون وهذا الوصفة لأنها تقريبا بحالها ولكن كتجي طبع بزاف ومختلفة تماما على هذا الشيء دي كتعرفو فابقوا معي نشوفوا تباسيط تحضير ديال هاد الوصفة من أول فيديو والآخر ديال المكونات سوف نحتاجوا السميدة الخاصة ديال الحرشة ندرمها جوج ديال الكيسان ملفين ونضيفو كذلك جوج الكيسان حيث لا يحتاجون حرشة حرشة كذلك جوجي شوية بحال المخمر ونحتاجو كذلك جوج معالق كبار من دقيق ديال الفورس يكون نوعية جيدة كيس من خميرة الحلويات نسكاس من الزيت اللي ممكن أننا ندروا زيت وزبدة شوية ديال الملح خميرة ديال الخبز والعسل اللي ممكن أننا نعوضوها بالسكر ونحتاجو كذلك الحليب طبعا أو المدى فيهم الأحسن الحليب سوف نحتاجو منه تقريبا واحد جوج كيسان حتى جوج كيسان ربا على حسب النوعية ديال البقيق اللي ستستعملوا ناخد واحد شبانية سوف نغرب له فيها لأنواع ديال البقيق ممكن تعفو المكونة ولكن ندرك تعطي كمية اللي هي وفيرة جوج مع كيسان كيف قولت من السميدة الرقيقة ديما أخدو نوعية جيدة جوج كيسان ديال الفينو يعني من نسبة للحرشة العادية فكن نديرو فيها غير سميدة غالبا هدي بالفينو باش غادي جينا كيبولت أرقبا ما خاصناش جينا حرشة كيف الحرشة اللي كنعرفو غادي نغرب لهم وغادي نديرو جوج مع علاق قبار عامين مزيان من دقيق ديال الفورس لكنتو يعني وحبو صراء صغيرة ممكن نديرو نصف المكونات أو ممكن نديرو هاد القدر كامل تحتفظه به في المجمد كيبقا مزيانين أو حتى يباتو يعني ندرتو بيوم مغوطة يبقا وليكم لغادي الفطور كيبقا كذلك مزيانين غادي نزيدو معاهم باقي المكونات طبعا الخميرة ديال الخبز فغادي ندير واحد المعلقة ممسوحة معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة ديال الخبز ملح احسن بالطوق وغادي نديرو كيس من خميرة الحلويت كتطينا نتيجة احسن كيسيونا من فوخين وخفاف اكتر غادي نخلطو هاد شي وغادي نزيدو نسكاس ديال الزيت كيف قلت ممكن نخلطو بين الزبدة دوبة والزيت أنا استعمال زيت زيت فقط وممكن غير الزبدة فقط يعني اللي بغيتو ديروه ديروه طبعا حاولو نبسو كذكا نديرو الحرشة تماما نحاولو نخلطو مزيان حتى كنحسو بان السميدة تقصت كاملة بالزيت وعاد نضيفو واحد المعلقة ديال العسل كتعطينا لويين وما ضاق تزوين الحرشة سوف نجمعو لجوش كيسان اللي حليب يكون دافي حيث خاصلنا عجينة ديالنا تخمر ماشي غير غا نخلطو بحالي كدول الحرشة العادية للا إلاها بلتلينا ما زال قصحة نزيدو شوية بحيث نوعية دقيق كتختلف خاصلنا نحصلو لاجينة خفيفة ماشي قصحة إلا كانت قصحة فما يجوناش خفاف كيف بغينا هنخليوها تخمر ونخليوها تخمر لوقت الكافي الجو ساخن انا اخذت لي بين 20 دقيقة حتى 25 دقيقة كتبلينا العجينة تفاعلت مزيان وخمرات والعجينة كما تلاحظو تكون بهات الشكل كتجيناش بحال الحرشة العادية كنأكد صافي هي كنشوفوها خمرات انا اخذت شوية ديال الزيت وضروري لانها كتكون خفيفة وكما لاحظو ما يكن هزوها كتبلينا خامرة كنشكلوها قويرات انا احتها بالحجم اللي بغيتو كنديرها سميدة اللي خلطت مع شوية ديال الزيت بسستها لانما خاصناش جينة ديك السميدة تنشفلينا السوائل اللي كاينين في العجينة ديالنا إلا كنت سميدة ناشفو ما فيهاش الزيت كتنشف كتقصح لكشي لاشتنا احاول دلاني واحد شوية ديال الزيت خلطها وعد غدي ندوز فيها اولا غدي ندرس فيها العجينة ديالي سافينا غدي نستمر شكل على جهد دياليالي المقلع اللي كنكون طبعا نخليها هكا تسخن مزيان غير كان ندير القدر الكافي وكتكون المقلع سخنات كان فيه مباشرة كنقرسوهم في المقلع بحل اللي كان ديالي المخمر او لا نستعملو كما غتشوفو معايا من بعد ديك ايطار اللي كانقادو به الحرشة يعني اللي توفر ليكم استعملو ما توفرش ممكن تقرسو عالي كما غدي تشوفو معايا وانا اوليكم دا بلع جينا عن قرب كيفاش كتكون خفيفة وخمرة كنأكد والزيت طبعا لانها كتكون خفيفة كتلصق في ليد هذا هو الفرق اللي بينها وبين الحرشة فضروري ندروها بهذه الشكل بجدينا نيزوي ننزل وانا عجبتني صراحة جميل اني أجرب جميل الحرشة الخامرة وكي نماشي بهذه الشكل كان قريبه للحرشة بذلها كان فرقاء مختلفة بما يجري ما تلاحظوه وكان ندروها في مقلع درجة الحرارة ما نماشي بهذه الحرشة العادية كتكون متوسطة او نقصة كي تتميلينام سيان وراها وخات تنقص عليها لا تقصح بحل الحرشة العادية تجي رطيتها كما نحتو قرصتها بيديا وهدي القلية الثانية فنقدوها بحلقة داية بالإطار ديال الحرشة ندروهم رقاق لأنهم كيتنفقوا كيغلادوا ولذرناهم غلاد فغديجيونا غلادين وبطصين لذا رقوهم وهمها مع الخميرة اللي فيهم عادي طبي غدي نستمر كنقدهم ونخليهم يطيبوا ويتحمروا كما لاحظوا بدلتوا مرقاقها وما تنفقوا وكيتحمروا بسعار لهم البال عافية نقصة مقابلهم نحسو بهم تحمروا من تحت نعودون قلبهم يتحمروا من جهة تانية وغير بالمهل باش يجيونا مقادين سوف يتحمروا من الجهتين كنحيدوهم وقد نديروهم فوق شي منديل اولا بشي شبيكة اولا شي حصيرا دياللي كنديرو فيها بحل هكدا بحل هكدا غير كنبغي نقدموه بحل هكدا وكيف قلت اولا ممكن انكم تديرو العجينة وتديرو فيها المعال قصيرات الخميره وتحطوها في تلاجة اولا غدلي الصباح اولا كتبغي وتوجدوا اليداتكم حالا كافطور مختلف فعليا الخبز و هذا فقط نديرو قطيبهم ضغية كي وجدوا وكيطيبوضغيات بدلقووو عجينة خامرا بنباشو ما تخمرش كتا من القياس طفي غعدي استامرتك نكمل العجين ديالي كيطيكمية مزيانة فكيجوو ارتبين كيما غادي تشوفوو معايا عمقرن خفافين بزاف وااكيلددو كاتشمووو في الهم ريحت لهم خامر مشيري حت الحرشة فكنتمنى لكو نكون يعني وصلت لكم لفكرة اللي بقيت نقول جربووالوصفة كستحق الجريبه وشكرا لكم دائما دعموا تشجيع وإلى اللقاء في فيديو في وصفة قادمة إن شاء الله باسلام